يعكف عبد العزيز متطوعاً رفقة شباب قرية جرعمر بلدية تاثين فذار بولاية بيجاية يسعون جميعاً على تتمة أشغال ترميم وصيانة مباني قديمة لإعطاء القرية بعداً جمالياً والحفاظ على المورث العمراني القديم الهدف الأساس ضمن مشروع ساكنة المنطقة قاسك نعتصف بقينا الحمدلو لقيت سيد فارشوت شوت لعثفر ثفاث أشكر أصحب تدرث ما وين يفكن ستزمرتيس ما وين يفكن ستخريطيس المعاونات دي حرزار بكويث دجماعة لكيان ثان دجماعة كنا ونا رغد العين لشوتوا حوال جميعاً لشارة متناوية إلا العزيز الحميد اقمارد كان لخدمان ولونتير الشعب دي تاكد دي سورديين لنمومنين يعني تاكد دوحد نسن هنا بالقرية الجميع يساهم ويبادر بكل ما أوتي من وسائل لدعم مشروع الترميم والمساهمة في إنجاحه أشكر أكو كيث أصحب تدرث انتقفو سارو فوس نكني الحمد لله عقلان صوت الفغينا غاسك نيغ نرح داك نتحلوف وفكرونك نيقارن باقي نجفذ المعون باقي ما يفغى ربيان الفغينا غادثنا ووض إن شاء الله نشبو سوذرين نظن ما يفغى ربي العالمين تدرثي نيغر عمار يدي كرنس يتخذم شغليين إن شاء الله سوف أترى نطر اكزمبل يتوذرين ادقي من تمور تمرة إن شاء الله ميكتبار بيان تدرثي نيغر عمار تحفيز لمبادرة سكان إغرامر القرية ضاربة في عمق الحضارة والتاريخ القديم والعودة إلى يحيائه وإبرازه بالملموس خطوة للعودة إلى الأصل